اشتركوا في القناة احسان الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ارحم الراحمين اللهم ألنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وألنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه بسم الله نحن ما زلنا نتحدث عن الكتب التي ألفت اعتمادا على أسماء الروات ورتبت الأحاديث فيها تبعا لترتيب الروات وذكرنا أولا المسانيد وهو مرتب على أسماء الصحابة ثم المعاجم وهي مرتبة على أسماء الشيوخ ثم الأجزاء الحديثية وهي أجزاء مفردة لأحاديث راوين بعينه ثم كتب الرجال والتراجم والطبقات التي ترد فيها أسماء الرجال بحسب ترتيب مصنفها إما على البلدان أو على الطبقات الزمانية أو غير ذلك وربما تحدث عن صنف معين من الروات أو العلماء وأيضا تواريخ البلدان التي في أصلها هي تواريخ حديثية ثم وصلنا إلى كتب الأطراف كتب الأطراف الحاجة إليها ظهرت لأن الكتب المرتبة على المعاني أو على المواضيع ربما يتكرر فيها الحديث في أماكن متعددة فمثلا حديث إنما الأعمال بالنيات أورده الإمام البخاري رحمه الله في سبعة مواضع مختلفة متباعدة فلا يصل الإنسان إلى تلك المواضع بسهولة في صحيح مسلم الأمر سهل لأن الإمام مسلما يجمع الأسانيد في مكان واحد أما البخاري يفرق الأحاديث في أماكن كثيرة جدا فحصر الطرق في الكتب المؤلفة على الأبواب صعب لغير الحافظ أن تدري أين هذا يوجد صعب إلا إن حفظت الكتاب فابتكرت طريقة لجمع أسانيد الكتب الستة ونحوها أو كتاب واحد منها أولا بحسب الصحابة يعني قلب ترتيب الأبواب إلى ترتيب الصحابة فلما اجتمعت الأحاديث التي يرويها الصحابة في مكان واحد صار الحديث المقصود كيف في مكان واحد الصحابة الذين مثلا أحاديثهم كثيرة جدا والروايات عنهم كثيرة يحتاجون أيضا إلى مزيد حصر فكيف نحصره أن نرتب أحاديث الصحابة على التابعين فهنا حصرنا أكثر فنحن هنا مثلا مثل هذا الحديث سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان أين يوجد هذا مثلا في باب الحياء أين نجد الحياء مثلا ربما وجدناه في بعض الكتب في الرقائق ربما وجدناه في بعض الكتب مثلا في في الإيمان ربما وجدناه في بعض الكتب مثلا من الآداب إذن يتوزع بين الكتب فكيف نحصره؟ حصرناه أولا أنه من حديث عبد الله بن عمر حصرناه ثانيا أنه من حديث سالم حصرناه ثالثا أنه من حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر فيوجد الآن عندنا مسند عبد الله بن عمر ترتب الأحاديث فيه على الروات عنه فهنا سالم بحرف السين ثم أحاديث سالم كثيرة جدا ترتب على الروات عنه محمد بن شهاب الزهري ففي هذه الترجمة التي تسمى الزهري عن سالم عن عبد الله نجد هذا الحديث سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا هذا الكتاب الذي نحن بصدده فيرتب هذا الحديث تحت هذه الترجمة الزهري عن سالم عن عبد الله سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياة فقال دعه في الأحاديث الطويلة لا يذكرون الحديث كله يقتصرون منه على هذا القدر لذلك سميت أطرافا طرف الحديث الدال على بقيته المقصد من الكتاب إسنادي وليس متنيا يعني لا يريدون هنا ذكرى المتون بتمامها يريدون ماذا يريدون هذا الجمع هذا ماذا نسميه حصر حصر الطرق والأسانيد الموجودة في الكتب الستة هذا الحصر مربوط بهذا الطرف طرف الحديث الدال على بقيته ماذا نستفيد الآن من هذا الحصر عرفنا الحديث أين يوجد في الكتب الستة عرفنا طرقه في مسلم في الترمذي في ابن ماجا وفي البخاري في أبي داود في النساء وفي مسلم والبخاري أيضا هذا لا يوجد مجموعا في مكان فهذا صار حديثا واحدا هو يتضمن في حقيقته كم رقم؟ رقم اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة هذا تسع أرقام من الكتب الستة برقم واحد من كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف إذا كان الحديث معنا مذكورا اسم الصحابي نستطيع الوصول المشكلة إذا لم نكن نعرف اسم الصحابي فهنا لا يمكننا الاستفادة من هذه الطريقة أيضا إذا كان الصحابي مقلا نصل إلى الحديث بسهولة المشكلة إذا كان الصحابي مكثرا ولا ندري من الذي روى عنه هذا الحديث مثلا سيدنا عبد الله بن عمر مكثر هل هذا من رواية سالم أم من رواية نافع أم من رواية عبد الله بن دينار هذا لا نعرفه فهنا مشكلة أما في الصحابة المقلين نستطيع مثلا في دقيقتين ننظر في حادثه كلها نصل مباشرة هذه الأطراف بدأت في القرن الرابع أو الخامس بشكل خاص بكتب معينة منها أطراف الصحيحين لأبي مسعود الدمشقي وخلف الواسطي رحمه الله تعالى ثم الحافظ بن عساكر صنف أطراف السنن الأربعة ثم جاء الإمام المزي رحمه الله فجمع ذلك في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف هذا المجلد الأول منه الكتاب في 13 مجلدا هذا أولها مرتب على الحروف فإذا كتب الأطراف كتب ترتب أحاديث مجموعة من الكتب على مسانيد الصحابة مسانيد الصحابة مرتبة وفق حروف المعجم ثم ترتب مسند الصحابي إن كان مكسرا على الرواة عنه وغالبهم من التابعين ترتب مسند الصحابي على الرواة عنه لماذا قلنا غالبهم من التابعين لكن لكن لما غالبهم من الذي ليس غالبهم صحابي آخر فيوجد عندنا أحاديث فيها الصحابي وعنه صحابي وإذا كان التابعي عن ذلك الصحابي مكثرا هذا التابعي عن هذا الصحابي مكثر فإنها ترتب حديث التابعي على الرواة عنه ثم تقدم من الأحاديث ما كثر عدد مخرجيه الآن في الترجمة الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر يوجد أولا ما اتفق عليه الستة ثم ما رواه خمسة ثم ما رواه أربعة ما رواه ثلاثة ما رواه إثنان ما رواه واحد إلى مفردات الكتب وتذكر تلك الكتب طرف الحديث الدال على بقيته مع رموز لأصحاب الكتب الذين أخرجوه فمثلا يقول حديث سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعيذ أخاه في الحياة فإن الحياة من الإيمان يضع هنا فوق كلمة حديث يضع عين ما معنى عين الجماعة ستة ثم تسوق أسانيده على ترتيبهم إلى الراوي الذي وضع الحديث تحت ترجمته قلنا نحن هنا هذا الحديث أين نجده في أي ترجمة ما العنوان الذي نجد الحديث تحته هذا الحديث الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر فيأتي الآن يسوق الأسانيد يقول أخرجه البخاري عن التنيسي عن مالك عنه به به ما هو به أين ترجع إلى الترجمة المذكورة وأخرجه مثلا في الإيمان كذا عن أحمد بن يونس عن عبد العزيز ومسلم عن فلان وفلان فلان عن سفيان وعن فلان وفلان عن معمر وأبو داود عن القعنبي عن مالك والترمذي عن ابن أبي عمر عن أحمد بن منيع عن سفيان والنسائي عن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك وابن ماجع عن سهل ومحمد عن سفيان أربعتهم عنه به من الأربعة سفيان ومالك وعبد العزيز ومعمر عنه عن الذي ذكر في الترجمة به بباقي الإسناد هذه الطريقة طبعا تعصر على غير المختص لذلك لا يعني يشتغل بهذه الكتب كتب الأطراف إلا ذو الإختصاص أشهر الكتب هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو تحفة الأشراف في معرفة الأطراف للإمام الجليل الحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف ابن عبد الرحمن المزي رحمه الله تعالى متوفى سبعمائة واثنين واربعين ضمن في كتابه هذا أطراف الصحيحين والسنن الأربعة مع ملحقات من كتب الأئمة مثلا الشمائل رفع اليدين في الصلاة خلق أفعال العباد أجزاء صغيرة جدا يعني مفرداتها عن الكتب الستة قليلة أوردها في هذا الكتاب جاء بعده الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى فصنف أولا إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي مسند الإمام أحمد مرتب مرتب على ماذا مرتب على الصحابة لكن ترتيبه على الصحابة غير 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 دقيق ليس له قاعدة يعني ليس دقيقا لا يهتدى أين يوجد الحديث حيث أولا يعني كان في العشرة ثم آل البيت ونحوهم ثم مثلا مدنيين مكيين كوفيين هكذا على الإطلاق فهذا هذا إطراف المسند رتب مسند الإمام أحمد على الصحابة على المعجم ورتب الصحابة على من على الرواة عنهم فانحصر الحديث ثم بعد ذلك صنف كتابا كبيرا إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة تضمن هذا الكتاب أطراف الدارمي وابن الجارود وابن حبان وعفوا الدارمي وابن خزيمة وابن الجارود وأبي عوانة وابن حبان والمستدرك والموطأ والمسند الشافعي ومسند أحمد وشرح معاني الآثار وسنن الدار قطني هذه أحد عشر كتابا مع تخفة الأشراف للمزي ستة كتب من عنده هذان الكتابان عنده طرق سبعة عشر كتابا هي أهم الكتب في السنة فهذا الكتاب سنتدرب عليه إن شاء الله تعالى كما قلنا فيه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجة ومعلقات البخاري ومقدمة مسلم ومراسيل أبي داود وعلل الترمذي وشمائل الترمذي وعمل اليوم والليلة للنساء هذا خط المؤلف رحمه الله الإمام المزي هذه النسخة في فاتح كتب خانسي كانت التي في قبلة مسجد الفاتح هذه بخط مصنف كانت موقوفة في دار الحديث النورية في دمشق موقوفة اسمها أفاجوها الله أعلم مكتوب عليها وقف ثم ليست نسخة المزي نسخة البرزالي هذا البرزالي صديق المزي هذا هنا نص الوقف بدار الحديث النورية هنا طمس النص الواقف وكذا هنا أيضا هذه وقفية طمست طيب المهم هذا هو الكتاب وهو كتاب نافع اعتمد فيه كما قلنا على ثلاثة كتب قبله أطراف الصحيحين لأبي مسعود الدمشقي وأطراف الصحيحين لخلف الواسطي والإشراف على معرفة الأطراف للحافظ ابن عساكر الإشراف في الكتب الأربعة وزاد المزي أشياء أغفلوها رمز لها بزاي يوجد مثلا طرق ربما لم تكن في النسخ التي عند المصنفين فزادها وضع زاي وأصلح بعض الأوهام ووضع لها رمز كاف استدراك استدراك وشرع رحمه الله في كتابه في يوم عاشوراء سنة ستمائة وستة وتسعين وانتهى منه في ثلاث ربيع الآخر سبعمائة واثنين وعشرين كم سنة؟ اثنين وعشرين واربعة ستة وعشرين نعم ستة وعشرين سنة رحمه الله و تعالى المزي رحمه الله له كتابان هذا الكتاب وتهذيب الكمال في أسماء الرجال أغناه عن تصنيف كثيرا نعم رحمه الله و تعالى هذا الكتاب أتقن من كتاب ابن حجر يعني هذه الطبعة هي الطبعة يعني التحقيق الثاني للكتاب الطبعة الأولى طبعة بتحقيق أحد الهنود والأستاذ عبدالصمت شرف الدين هي الطبعة الأولى في ثلاثة عشر مجلدا مع